فاكر أنا سؤال سألتقولك من ثلاث سنين و بالمناسبة يعني الممرز على الفيسبوك طاله أقولي إن مبارح كان لقاءنا من ثلاث سنين بالضبط كان من ثلاث سنين بالضبط اللي عمناه اسمينت على ساعتها اللقاء وسألتك أنا فاكر سؤال وقتها بشكل مباشر جدا قلتلك هو لحد إمتى محمد هاني هيفضل لعب ناشئ الآن محمد هاني واحد من أفضل لعبي النادي إلى أهلي إزاي التحول اللي حصل أنا فاكر السؤال ده فعلا أنا فاكر السؤال ده ماذا أنا فاكر إجابتك بس بشكلها لك عشان اسمع جابتك بقى لا أنا فاكر إجابتك بقى لأن أنا مش بقول إجابة أنا بقول إن أنا مقتنع به أو رؤيتي الفنية يعني زي ما أنتا قلت إن محمد هاني الفترة الأخيرة ومش الفترة الأخيرة ليه شهرين ثلاثة الأيام لا لا الموسم كله تعليم الموسم كله بيقدم شكل كبير جدا 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 لكن ما نقدرش نقول برضو غير إن ده يحسب لمسته القر ليه؟ ده تطور فردي للعيب زي ما بنتكلم دوقتي على التطور الفني اللي إحنا الفني والبدني للعيب كبير زي حسين الشحات تطور فني وبدني للعيب كبير زي بيرستاو تطور فني زهني لا كمان غير حمدي يعني أنا من وجهة نظري من أكتر الناس اللي يحسب لمسته القرورة للتطور كهرباء برافاريك ومش تطور فني بس خد بالك إن الكهرباء كان محتاج مع تطور الفني تطور زهني صح واحد راجع من مشكلة كبيرة سواء شو ما بيلعبش كورة أصلا سواء ما بيلعبش ويرجع بتطور الفني ده صح فده حاجة تحسب للجهاز الفني وتحسب لكهرباء نفسه إنه هو عايز صح وعايز يغير أو عايز يعود كل الفترة اللي فاتت دي صح فكل دي حاجات من ضمنه محمد هاني عشان ما نبعدش عن موضوعنا لأ أنا شايف محمد هاني برضو ده يحسب للجهاز الفني تطور بشكل كبير جدا 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 بقى رقم واحد من نادي الأهلي دي وقيته رقم واحد من منتخب مصر مصبوط فده وللأمانة أنا أنا شايف إنه هو كمان بعيد عن إنه رقم واحد من نادي أهلي رقم واحد من منتخب مصر لأ إنت تبقى مبسوط ونتفرج على محمد هاني أنا شايف لو كمان ده كمان مركزي وكل حاجة لا بقى في يعني عايز أقولها بلغة الكورة عشان الناس لا بقى لعيب يعني بلعيب صيع كورة في مركزه أو في مكانه خلاص بقى إمت اه بالضبط إمت بدافع إمت بهاجم إمت عمل كروس اه طبعا بدافع بشكل كويس جدا 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 فأنا بقول لك كل ده تطور يحسب للجهاز الفني ويحسب أكيد لمحمد هاني